بسم الله والصلاة والسلامة رسول الله حبايبي طلاب السنوية العامة يا رب كلكم تكونوا بخير اللي لسه مش عارف يعمل ايه في الفتسافة والمنطق ومش قادر يلمها يرجع للفيديو اللي هو ازاي تلم الفتسافة والمنطق في تسع ساعي تاسب لوكوا الرابط اسفل الفيديو ده اهم حاجة انك تكونوا خلصتوا التسع ورقات اللي احنا اتفقنا عليهم ما تشتتش نفسك وتذكر حاجة تاني هم التسع ورقات بس بعد ما تخلص تسع ورقات عايزك تعمل ايه بقى هتعتبر نفسك تحط نفسك في لجنة انت في اللجنة ومعاك امتحان البوكلت اللي هجيلك بكرة هنازح اسب لوكوا رابط الامتحان ده وموجود الاجابات بتاعته برده في اول تعليم خلص تسع ورقات الاول قبل ما تحل الامتحان اللي معنا دلوقتي اعتبر نفسك في لجنة امسك كل سؤال وحله وفي الاخر شوف اجابتك بالاجابة اللي موجودة وشوف عملت ايه الاسئلة اللي موجودة في البوكلت ده ممكن يجي منها فنتضرب على البوكلت برده كويس بس اهم حاجة بكرر ان احنا لازم نكون خلاصنا تسع ورقات وبعدين نبتدي نحل الامتحان ده نحط نفسنا في لجنة نتضرب على الاسئلة اللي موجودة جوه البوكلت ده موجود الاجابة بتاعتها مش هتاخد مننا ساعة زمن نبص على السؤال واجابته علشان نتضرب على نظام الامتحان في البوكلت هيبقى عامل ازاي وعايز الفت نظركم الحاجة ان الفلسفة والمنطق اسئلتها بتبقى متشابهة وبتتكرر كتير يعني مش معنى مثلا ان انت شفتوا قبل كده في الامتحان السنة اللي فاتنه مش هيجي لا تاني الاسئلة بتاعت الفلسفة والمنطق مباشرة وبتتكرر كتير وما فيهاش لف بقى او ما فيهاش حاجات جديدة زي الانجليزي كده او كلام جديد هي هي نفس الاسئلة اللي بتتكرر بس اهم حاجة تسع ورقات وبعد كده احط نفسك في لجنة امتحان ومعاك امتحان البوكلت اهو ومعاك الاجابة برضو بتاعته عشان تقارن اجابتك بالاجابة اللي موجودة وتشوف جيبتك كل ما تلاقي نفسك غلطة في سؤال بتادي راجع عليه تاني لحد ما تأكد انك بقيت مية في المية في السؤال ده ما تسيبش سؤال نبص مع بعض على الامتحان هتنساش لو استفدت اعمل لايك عنيف وشل الفيديو لاصحابك علشان الجميع يستفيد شكرا لحضراتكو والسلام عليكم واركاتو